آيات بير يقول الله تبارك وتعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٌ اخواناً مَنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٌ عَلَّا مَتْلُوْكَ كِيَا اِبَيْهِ وَا أَكَ مُؤْمِنَيْ يَا إِنْدَا يَا إِقُوا مَنْزُوْ مَنْزَنَّنْ دَغَ تِكِنْسُ يَكِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فإن اللعبة يقولون لقد سيتم رسول من الفيحة ثم تعالى من الفيحة والإنسان لا يوجد فإن نادي في قطعة من الفيحة ومن الفيحة هذا يعني لا يوجد فإن نادي في قطعة يعني من الفيحة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر